تتواصل الاحتجاجات بمنطقة جبارنا من معتمدية جبنيانا بيسفاقس لليوم الثامن على التوالي بمشاركة المئات من اهالي المنطقة حيث تعطلت الدروس في عدد من المؤسسات التربوية وذلك على خلفية ما اسماه الاهالي هضما لحقوق احد الموظفين العاملين منذ سنوات بالمدرسة الابتدائية بالجهة اذ تم استبداله بموظف اخر واحالته على البطالة دون ذكر سبب يذكر على حد تعبيرهم نخدم قاعدا نطيبا ننظف كل شيء نعمل فيه هنا في العسمة ممت حتى اشكالية معتها خايم بلوجة ومتاعي والارضة جدي فهمتني وشاد فاابوية معتها توفى في حد السيارة فهمتني وامي خرج تمسكتها من هنا هكا معتها مرضت كل شيء وما رعنا كان يبعثولي واحد في عودي عدنا ثيقة كان فيه هو ثيقة في الله ولكن ثيقة فيه هو برك ومفم ماش حتى انسان اخرى مش يخدم ولا واحد تود المنقذية ما يخدم حتى واحد إلا مهر اي صغير يمرض يوصلوا مهر للدار اي صغير تصيروا اي حاجة يكلم دارهم حاجة صابت لمطر ما يخرجوش من المدرسة جملة كيس مش عادة مش ريكو تريك ما يتعديش إلا معديم هو واحد وحد هذا وهدد الأهالي بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات إلى حين إعادة الحقوق إلى أصحابها حسب قولهم ما فماش حتى ولي مش يقرر يولد إلا إذ لا كان صار انتي دي برسمي للولاي دا ضاي مهر رأوا ما هو شهر لمسكر المدرسة لو ليهم لمسكرين وما هيش مش تتحل وفوق هذي الكل السيد معتمد والي غيره كل ما تلفت حتى واحد عبر المحتجون عن تمسكهم بمطلب إعادة العمل ماهر بغرارة إلى نشاطه إضافة إلى مطالبتهم بحق الجهة في التنمية خاصة فيما يتعلق بربط المنطقة بشبكة الطرقات المجاورة لهم وتوفير منطقة سقوية لتنشيط الفلاحة وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل اشتركوا في القناة